اشتركوا في القناة ومواجهة المجريم كان نتيجة اخراج المجريم لساطور سيف يعني السلاح الابيض كان لابد عليه باش يستعمل السلاح لولا لم يستعمل السلاح كان هو اللي غادي تقتل من طرف هذك المجريم ونؤكد ونؤكد لجهات المسؤولة باش تطيل فوفار رجال الدرك الملكي ورجال الامن الوطني باستعمال سلاح نبيل وزاء الرئيس يقليم المونطمة الوطنية لحقوق انسان وحاربة فسد بعمل محمدية لان كنتواجدو امام مقر الدرك الملكي بالضروة اليوم سبب هذو وقفة تدامونية دينا مالي اخوان الحقوقيين بالضروة اليوم احنا كمونضمة بعمل محمدية كنعلون تدامون دينا اللو مشروط مال عناصر الدرك الملكي بالضروة اللي كان عندهم احد تدخول بطولي لانقاذ واحد الرادع اليوم كنت طالبو احنا كمونضمة من جهات المعنية المختصة بالافراج على الدركيين اليوم اللي كنحنا كمونضامات او هيئات حقوقية وكنطالبو بالعناصر دي العم الوطني او الدرك الملكي بالخروج للشارع ومحاربة كل ما نسولت له نفسه اليوم ما كتوقع لهذا الدراكي شكل يكون في جنبه اليوم احنا كما كنطالبو بنزول الرجال الأم الوطني والدراك المالكي إلى الشارع اليوم احنا كنطالبو بالإفراج على الدراكي وكنعلو تسدامون دينا المشروط على تدخل بطولي لإنقاذ الرادية المنسيق الوطني الناطق الرسمي للمرسل وطي حق الإنسان هو تواجد اليوم دي من الإخوة وكما تعلمون احنا في الظرفية دي الجائحة دي الكورونا أنه يتعذر مثلا لحسد همم كثيرة حسد بسميته احنا كتفينا بوقفار رمزية كتعبير حي عن تضمونا المشروط مع الإخوة دي الظرف في محنتهم كذلك وفي محنتنا معهم نظرا مثلا للقرار الجائر في حقهم لخيب الأمل دينا احنا كفعالية دي المجتمع المدني احنا كفعالية دي المجتمع المدني ومن الفعالية دي الرأي العام كفعالية ناشطة بصفة عامة اذا احنا من هذا المنظر احنا ندعو مثلا لسميته القيادة العليا دي الدرك باش تراجع عن القرار ديالها اللي تنعتبروا احنا القرار هو كان بيود دينا كنا تنعتبروا احنا كان أمل دينا هو باش يكون تحفيز لهذا الدركيين وإذا بهم كان توقف ديالهم وتعزير ديالهم خيب الأمل دينا لأنه أولا أن الدرك يسهر على راحتنا وعلى أمننا النفسي أولا قبل كل شيء بينما من يولي رجل دارك يلبي نداء المواطنة ويتم اعتقاله اذا هنا تترحل لنا واحد سؤال عريض اذا ما بالك أن المواطن العادي يلحول مثلا بس ميته ويدفع على النفس راحت الدستور تيعطي الحق باش كل مواطن يدافع على نفسه واش رجل أمن داركي ويدافع على الأمن العام بصفة عامة ولبي نداء المواطنة في مواجهة واحد خارج على القانون وهز الشاطور وبينما هو مواقب أن زميله في الدارك تدرب فما بالك إذن هناك كان يتعدر الحوار ولهذا الأسميته قام بالواجه بديره الداركي ونحن تنحيه من هذا المنظر على المجهودات المدولة ديرهم التي قموا بالي للنهار من أجل الصهار على راحة المواطن هذا جانب جانب خرلي فيه الغموض أن بعض الصريحات مثلا المضللة للرأي العام اللي هي تسميته دفعت الناس إلى متاهات أن هناك أن المرأة المصر التي التجأت إلى الدارك لنجدتها وتستنجد بهم أنها لها علاقة مع أسميته من هذا المنطلق إذا كانت هناك علاقة كما يدعون أنها هي الجانية على نفسها وهي التي سامت في تضليل العدالة في تضليل العدالة وتضليل الرأي العام وإذا كانت هي متجوزة حقا بشخصين ما قصة القضاء تبعى بخيان الزوزية أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ بالبيضاء المنصق الجيهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على صعيد جهة الضربدة بخصوص هذه النزلة نحن اليوم نتواجد أمام ضركية الضرواق للمشاركة مع الإخواننا الحقوقيين والمجتمع المدني لتنديد وتجيب الاعتقال تعسوفي الدركيين إطراق النزلة اللي وقعت في برشيد هي أن تقدمت واحد السيدة بشكاية أنه تم الاختطاف دي السيارة ديالها وداخل السيارة ديالها من طرف شخصين فعلى وجه السرعة انتقلوا الدرك الملكي فتم العثور على السيارة وفيها الشخصين بالفعل وفيها الطفل فأثناء محاولة الاعتقال عليهم كان رد عنيف من طرف المجرمين باستعمال ساتور سلاح اشتركوا في القناة